وأداءة بمثل الصباح اللي بيوحي بالحياة والأمل والجمال وصوته عشقه من سمعه وقاله سمعني أكتر وفضلا عن مقاومات الغناء اللي بيتربع عرشة ميز ضيفي بالأخلاق الحميدة من سوريا الحبيبة من تلكلخ واللذيقية إلى سبني شرفتونا أهلا وسهلا فيكن مجور بونجورك صباح الخير صباح النور والورد خرجل تينا شو أحلى شي بسوريا كله وين البرازي برازي بالأتفال اسألي حسن بالأتفال والله الحالة كله هون أنا السمسم هي الحالة أنا السمسم أنت حبات التوت على كل حالة وزلت معكم برازي كنت توقفتو بالمؤتار والله جبت زبنا ما رأوا مرأوا مرأوا أنا أخت منه استأذنته لو فيقتلوا وفق من بارح كلما أطلع فيه نقول لدي برازي اللي يا عمي خلص خدي تقول له أكي خلص بالإسم من حسن عبد الله حبيبي شكرا أول شي اشتقنا لكم شكرا روايدة أول زيارة لا تاني زيارة تاني زيارة لأليك زيارة أكيد زيارة عمل عمل وصدقات فقليك صدقات كبيرة بأستانيا أنا عندي بيت عمي هون يعني صلون من 1905 تقريبا فلذلك أول مشوار يجيت مبسطة كتير أنه كان صلي زماني كتير مني شايفتون تعرفت على كتير عالم كمان أي سنة بتتذكري هلأ من سنةين أنا كنتون كان عندي تور وهي تاني مرة وإن شاء الله يا رب بهالحفلات كمان الناس كن يعني مستنعتنا وأنا متشوء كتير لحتى شوفهم أكيد وفي أستراليا حبيبة قلبك أنا بحبها بصراحة كتير هذه تاني مرة أنا أجيت من سبع سنوات وأتذكر حتى عملت إنتربيو عندكم وما أحكي شي أنا أكتر من ما حكي ترويدا إن شاء الله بالسهرة هيك هنعمل شي حلو إن شاء الله هيك ونزرع البسمي والضحكي على وجوه الناس يعني رح تغنيه دي يوم مع بعض نغني ليش لا يعني أنا غير أنه بنت بالده يعني أنا كوفيق حبيب بصراحة أنا بحب صوته كتير يعني ربي خليك شب والله مش مجامل حتى العائلة عائلتنا كلها أمي وبي وإخواتي كلهم بحبوا صوتها يعني بلشت الغير بحبوها يمجين أكتر منك لا بجوز أنا كأبن بس بجوز كصوت ليش لكن الصوت ما بيتجامل فيه أنا كتعم قلهم بارح إخواتي البنات كل الوقت كانوا عندي بلبنان وكل وقت حبات التوت أنا طبق أنه رش رش مسلا غني الغنية كتير حلوة بس أنا من الأشخاص اللي بيغنوا شعبي أنا بحب الكل بس وفيق له نكهة خاصة لأنه في عنده حنية بيصوته غير طبيعي هلأ ناسم كنتفكرنا عم نزايد على الهوى بس لا أنا وفيق يعني بحب صوته كتير 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 والله يحفظ له الصوت شهادة أنا بعتزف فيها كمان بما أنه عم نحكي عن أغنيتك الجديدة حبات التوت كمان سدي الأخير لأ نجاح كتير كبير خبريني عن أصداء الألبوم هلأ نحن الألبوم صلي زمان أنا بس السنجل رش رش مبروك صحيح سكرا مبروك لألك كمان يعني زمان كم سنة صلي فترة صراحة صلي فترة وخاصة على الشعبي صلي كتير يعني أنا الشعبي من وقت من نظرة معتعملت شي شعبي أنه يلقط عند العالم رش رش الحمد لله يعني نحن صرنا هلأ أسبوع تقريبا أسبوع ونص عام يجينا فيدباك كتير حلو كتير خير الله الناس حابيني كتير الموضوع طبعا أنا كنت نوهت على الأغني قبل بأسبوع أنه أغني سورية بحت البعض افتكر أنه أغني وطنية البعض افتكر أنه باللهجة السورية أنا كان اللي بيعني بحديثي أنه الإكيب كله سوري كملحن وشاعر وماسترينج طبعا كلمات الشاعر السوري فادي مرجان ألحان وتوزيع علي حسون والماسترينج كان المخرج مؤيد الأطرش بوجه لهم تحية عبد الإزاعتكم كريمة طبعا أنا أخد صوتي مع باستوديوهات ناصر الأسعاد الحمد لله رشرش الناس أول شي كانت بتقول العنوان رشرش رويل عطيش شماناتو فينا نسمع شوي من رشرش شورية لكن مزيع الله أخذ دورك أبصر اليوم شناطرك بلش بالغزل بالأول بعد شوي أنا هلا بقلله أنا تعرف لش غيران مننا أخه حبيب أبو دبي أنا غيران مننا بشغلي واحدة بس حطت راسة بالطيارة بأبو ظبي فائد بسيدين آكرمي هيك مرتح بالك لأنه ما حكيت لأنه عادتا من الصوني بيحكوا بسير 18 ساعة نايمة أنا هادية والله هادية أنا أنا طبعا ما نمت وما خلت حدينا أنه بالبيت واجعوا لك راسك زن لحطت راسة بأبو ظبي فائدهم وفي أنا كنت كل شوي يقوم هيك يعني شيك مثلا أنه شو ساير نايم لقي حاطت الهاتسة وعم يسمع فأنا لا أنا حبيب قلبي النوم يعني من لبنان لأبو ظبي نمت يا والله فائد قالونا تفضلوا إذا تحب تنزلي من أبو ظبي لأستراليا نايمة بس بهال بهال القاعدة ترتاح بتنامي ما في مشكلة لكن لما كنا جايين من لبنان لأبو ظبي حسب طولي قد دايقت شوي بس لما كنا جايين من أبو ظبي لأستراليا كان بيرفك بالنسبة لليل نمت وما شفت أحلام أفلام لأنه 14 ساعة عرفتي بس فائد حسيت مقهورين مني الشباب إني أنا نايمة والله كذلوقت أنا وسلمرة عم نحكي وكذا وهي حط راس أو نايمة يلا ما نسمع شي من رشا شو رأيك سوزي إلا هي مش عجبة اللي عم تحكي ذات سوى نايمة لا لا بالعكس حبيبي قلبي ولأ بس أنا بحب النوم كتير روح أنا يعني لا أنا بحب النوم أكتر من أي شي بالحياة يعني لا نسمع منك بصوتك متفضل هي اللي عريت لو رشو شورت بس عم ترش ملح ع الجرح تفضلي بطريقة غزلية إنه عم قل له زرحني وغمق لي الجرح ورش رش عجرحي ملح حلو البنات يعني مبسوطين هلأ بالغزل بالعادي أنا بغني له النكد تاري تاري رم كتر شروتك عليا أنا حبك مو بداية أنا لو يطلع بأيدي عيوني قدمها هدية زرحني زرحني وغمق لي الجرح رسرس رسرس عجرحي ملح والله لو تدبح قلبي دباح عمري ما حساني بأذية حلو جبت لك كلتين ملح ما يعرف يلا غني غني حبات التوت هلأ رح يغني الملح هلأ شكلو هيك لو غنيت إلى الورد كان غلي الورد لا لقلك شغلي أنا على رشرش لأرجع قالك ليش سمينا رشرش قلتلهم بزمن رشرش رصاصة لتقطر غيلك غيرك بدون زنب نحنا عمل رشرش محبة وسلام نحنا كفنانين طبعا فهو أهل حبات التوت كمان أنوا يافيتين على أنواع هاي لأ المايك معك أستاذ وفي شوبين كان نعرفتش لون عمي 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 بالبزنس أنا توت وهي ملاح طيب وننبيع شوفي حالي شو مهضومي وجمالك مش عادي ويا أمر حلاك حلاك وتقعد سوزي محلاك أحلى منك عمقلك وزياد طق يا حبات التوت من التوتات العاشفة واللي بياكل فبدو يموت ويا ويلو كل شي عافا شكراك 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 وله ما دفعت له جمالك جمال حياتك وله ما دفعت له جمالك أهلا وسهلا فيكم بثني دايما خليني بلش هيك تحية الأرزي أنا شايفة أعلم لبنان فوق تحية من سوريا من الطراب سوريا للأرز الشامخ باللبنان تحية للشعب لبناني الحبيب والله يحمي هالجيش اللبناني بالظروف العامة مرفية يا الله يحمي حلو ولا يحمي سوريا كمان يا رب إن شاء الله وإن شاء الله يرجع السلام لكل الوطن إن شاء الله روايدة قدمتي مع الكبير وديع الصافي هذا الجبل من لبنان الأرز الشامخة خبريني عن العلاقة اللي رابطتك بهذا الإنسان أولا هذا الأب هذا الرجل الصامت لبنان خبريني عن لبنان لأنه اسمه ارتبط بلبنان صح صح أستاذ وديع إن كان أنا وإن كان كل فنانين اللي فعلا بيحبوا الكلمة الحلوة واللحن الحلو والصوت الكبير كل هاتنا ربينا على أستاذ وديع الصافي أي حدا بتقيله غني شي ضغير بيغني لك الأستاذ وديع أو للكبار اللي بيهديك الفترة أستاذ وديع وقت اللي التقيت فيه أنا كنت شاكي شوي إنه إنه عندي الجرأة إنه روح لعند أستاذ وديع وقل له بدي شاركك بعمل للبنان بعتبر نفسي أنا دائما كنت تقيله للفنان اللي ما بينطلق من بلده ولا ممكن ينطلق من أي بلد تاني أنا بعتبر إنه أنا طلعت من سوريا إطلالتي كانت للعالم من لبنان حبيت ترد جميل كون مع أستاذ وديع الصافي ونغني هيدا لبنان لبنان الحلو وقت تعرفت عليه أنا بقل لهم أستاذ وديع شي له إنه فنان شي له إنه لما بتقولي لبنان بتقولي أستاذ وديع الصافي بتقولي السيد فيروز بتقولي صباح الشحرورة بتقولي الأسماء الكبيرة لأنه الفنان ممكن يرفع أسم بلده وممكن ينزله شفت إنسان بمنتهى الرقي والتواضع كأنه قديس يعني في هالي حواليه كانت عم حس بي هال قلت له أستاذ وديع أنا بدي سمعك صوت يقالي أنا أكيد سمع صوتك وقت غنيت وعطاني تعليق كتير حلو إنه أنت بتغني بس أهم شي إنك أنت بتحسي فأنا كتير حسيت هيده من نسبة إلي شي كتير مهم إنه يقالي هالكلمة لأنه في كتير ناس بتغني ما بتحسي معهم شي وفي ناس بيكون إحساسهم واصل أكتر من حجم صوتهم والحمد لله إشت المباركة منه إنه نغني هيده لبنان ونزلت القوني وصورناها وبعتبر نفسي من المحظوظات جدا بهذا العمر الصغير إني أنا أقدر أوقف مع الكبار ووقت اللي راح الأستاذ وديع الصافي حسيت إنه هو العراب تبعنا ونحن نكسر نهلنا من بعد ما راح أستاذ وديع قدي حلو هال تعبير فأله يطورنا بعمر الأستاذ صباح فخري لأنه هالعمالقة هدولة بتمنى هيك من الجيل الجديد أنه يعطوا وقت كتير مهم لهدول الناس الكبار يسمعون لأنه هدول بعلموك تكوني إنساني راقي قدي حلو كلمك شكرا بس لما انغنيت مع وديع الصوفي في ناس قالوا طب لي روايدة كونوا لبنان وفي ناس طبعا وفي ناس ديقوا إنه لي روايدة مش أنا مثلا أنا مشتهدة كتير صراحة أنا ما وأهدافي كتير كبيرة وأحلامي كتير كبيرة يعني أنا خليني أحكي شوي أكيد مو عن عباس يعني أكيد وافق وديع الصافي الله يرحمه أكيد لو ما روايدة روايدة يعني صح ولا لا عن جد مو جامل يعني وديع الصافي هذا مو حي الله يعني أنت وديع الصافي خلص وقف الفن عنده أنا برأيي الشخصي صح أنا بتذكر وقت كنا عم نصور مع رابعة برنامج مع رابعة توفى وديع الصافي نحنا عم نصور صرنا نبكي لكل والله ما بنسيها في حياتي هديك اليوم دقتلي بالديانة بالحلقة الثانية قلت لا لا بخافي موت شي حدا من هدول الكبار بقى ليني نعجل شوي تشأمت موت أنا ما بتشأم أبدا بس يعني أنه كان ما بنسى الحدث صدمة أستاذ وديع صدمة بالنسبة للفنانين طبعا طبعا الوهيدة بالنسبة لإلك شخصيا يمكن في بعض الأشخاص الديعوا منك على أساس أنه تم اختيارك أنت لأداء الأغنيين الديع وفق بمعنى هي غيري أكتر يعني لا أكتر ولا أقل هي غيري والغيري أحيانا بتكون حلوي هل إلك إن إحنا الفنانين بس يمكن المبادرة كانت منك أنه أنت رحت لعنده وطلبت الفنانين كنا من غير من بعضنا بس في غيري عن غيري بتفرق أنا بغير لما بسمع غنية حلوة بسي بدي أعمل مثله بدي سير أعمل نفس المستوى بس ما بوصل لغيرة إني أنا دمر اللي قدامي أو ما أعطي تعليق مثلا منيح يعني أوكي أنا مع النقد البناء مش مع النقد اللي بيدمرني لأنه هذا بكون قاصد أنه يدمرني لهيك أنا وقت طلعت القصة أنه ليش لما تغنيت يغنوا لبنان كان أستاذ وديع اختار روايدة أنا اللي رحت واجتهدت أن يكون مع أستاذ وديع لأنه ورجعت صارت نفس القصة بوجوه من لبنان وكانت أول أوني لست صباح الشحرورة وتم اختياري اليوم الفن ما بيحمل جنسية الجنسية هي عباسبوري اللي أنا بقطع فيها على حدود بس لما أنا بكون على المسرح أنا ما في عندي جنسية أنا عم غني كل الألوان الغنائية بس أهلا اختياري كمان بالنسبة للسباح لأنه أول شي غنيتي هو براعتي الحمد الله براعتي هذا هو السبب الرئيسي وراء ذلك وتعملتي مع فنانين تانيين لبنانيين يعني عاصل حلاني وهيدا شي حلو يمكن عم بترد الجميل للبنان أنه أنا بلشت من لبنان ليه ما غنيتي مع فنانين سوريين غنيت مع أستاذ صباح فخري وجمعتني في حلقة تكريمية لألو مع رابعة وتم اختياري دون كل البنات الموجودين بالساحة وكان شرفي كتير كبير لأليني وكان يكون مع أستاذ وديع مع أستاذ صباح فخري لأنه هذا اللون بده شاب يغني بقدود الحلبية سجلي أغاني مع فنانين سوريين كما فعلتي مع عاصل حلاني هل في مشروع جديد؟ أكيد إذا كان في عمل حلو ليش لا إذا كان في عمل بيخدم صورتي وبيخدم الشخص اللي موجود معي أنا ما عندي أي مشكلة بس أنا دايما بقلهم من وقت ما أنا وصغيرة بقلهم اسمي لازم يرتبط مع اسم كبير ما بحب أبدا أنه اسمي يقترن مع أي حدا وممكن هلأ بكرة أكتشف حدا جديد يكون صوته خارق والبدي أعطيه فرصة مثل لأنه أنا أول ما أطلعت كنت عم بدور حدا يعطيني فرصة بس أدما فيه الفنان يكون مجتهد أدي دفلك وديع الصافية من خلالها الأغنية دخلت تاريخ دخلت تاريخ أستاذ وديع وأنا هدا شيء مسؤولية أكيد طبعا يعني اليوم بتفكري فيها ثلاث مرات قبل ما تسازي وديع أنا اليوم لما بعد مئة سنة بدون ذكر أرشيف أستاذ وديع الصافي رح تطلع روايد أعطيه معه هذا بالنسبة إلي شيء كتير كبير وبيعتبر أنه أنا كفناني سورية نحنا أنا عم مسل الوطن كله أنا سفيرة لبلدي كان أنا وكان وفيء وكان أي حدا سوري اليوم لما عم يرتبط إسمي بإستاذ وديع الصافي عم ترتبط سوريا بلبنان أنا كل شيء بيضيف لبلدي بسعى أني أنا أقدم عليه وفيء شو عم نحضر اليوم؟ أنا جاهل طبعا حب على التوت بعريف بس أنه الحمد لله أنا كتير خير الله عندي شغلي أنا بفتخر فيه أنه أنا إذا ببقى على المسرح ثلاث ساعات عم بغني بغني إليه طبعا أنا بالعكس بحب غني لغيري أكيد أي أغني حلوة بحب غني على المسرح أو فوت مقطع منه بس كتر خير الله عندي أرشيف حلو والناس حبتني من زمان يعني من هذا الحكي من شيء 14 سنة عندي ما يقارب الثلاثين أغني وكلهم الحمد لله الناس بتحبون يعني بالأعراس وبالحفلات وع الدبكي وبالعزمر وبالهيصة عادي شيء أنا كتير بحبه أني بحبت الفولكلور يعني هالأغانيين عرفت فيهم بس المعروف كمان أنه في كتار من الفنانين اللي بيركزوا على صوتهم وأديهم الأشخاص اللي هني عن جد فنانين وعلى المسرح بيبدعوا بيقللوا شوي من الفيديو كليبس من صح ليه اليوم مقلل جدا جدا من هالناحية تقلك شغلها هل هي مسألة إنتاج ليه ليه غايب يعني شبه غايب أنا غبت فترة أول أحداث كانت بنا بسورية يمكن شائمت شوي بعدد شوي أنا بعترف فيه أنه بعدد سنتين بس لكل جوات كبوي يعني ما بيقولوا صح صورت هالي حبات التوت عند الإستاذ مؤيد الأطراش ويعني الحمد لله الحمد لله كتار خير الله أقل من أسبوع أغنيتي كانت بالمراتب الأولى بالوطن العربي كله تستاهل يعني أنا مرسي يعني أنا اتفاجأت أنا متوقعت عمل شي عملت شي ما توقعته أبدا كتار خير الله الفضل الله الله يعني طلبني على الموت لهلا الحمد للناس لهلا بتقنية لا إذا بتشوف في اليوتوب صار نسبة المشاهدة فوق 18 مليون أول أغني طبعا بالوطن العربي من يوم تصار الكليب لهلا أي مطرب يعني ما احترامي للجميع هذا الشي أنا بفتخر فيه أنه أغني 18 مليون حدا شايفة معناتها نجاح حلو صار و ليكي ليكي كمان أثرت بالناس كتير أهلا الأغنية يعني حالة 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 و حبات التوت كمان حالة كمان كلمات للشباب نفسهم الاستاذ فادي مرجان وتوزيع وألحان علي حسون نفسهم الشباب اللي عاطين رش رش لرويدة بوجلون تحية إن شاء الله يارب كونا يسمعونا على الإنترنت وهلا في شي جديد على رأس السنية كمان رح يكون شي كتير مهم شي كتير مهم إن شاء الله مثل حبات التوت يعني إذا مو فواكي خضرة إن شاء الله بجوز بندورة بجوز خيار بجوز كذا فيك تعمل الفنانين يلزأوا لأنه يغنوا بلاكنات أخرى أو بلهجات أخرى أي مو غير بالعكس أنا مع بس أنه أنا آخذ هذا اللبنيني قريبة عالثوري أريب كتير هو فرع التشكيل بس أريب كتير بس مثلا مصري هلا أنا مصري لا إلك ليش أنا فن المصري أكيد فن كتير كبير وعريق وفي أسات زيكبار وفي جبال وفي أهرامات وفي كذا بس أنا بالنسبة إلي بحس أنه يعني مش لوني ما بيمنعني أنا آخر السهرة ببختم أم كلتوم هلا الموسيقار ملحم ملحم بركات الله عليه هذا لحاله هذا هذا البشري هكذا هذا لحاله أفهمت عليك أنا بس أنا عن جد مش لون يعني هلا أنا آخر السهرة بختم عبد الحليم حافظ بغني كارم محمود بغني أم كلتوم بينطلب مني يعني الحمد لله مجتهد به القصة بس أنا ماني مضطر يعني غني شي مصري بشفتش أحد مصري غني سوري مثلاً ما حدا أحسن من حدا يعني يعني أنا بعتبر الفن السوري محترامي لكل الفنون مثله مثل عمل بصبي مثله مثل أي فن بالوطن العربي نحنا من فترة أنا بقولك كنا من قبل كنا كسولين كتير ما كان في فن سوري أبداً حتى السلطان الطرى بيطوله بعمره إن شاء الله يا ربي شفيه ما بيغني سوري كان بيغني مصري يا تذكري أو بيغني لبناني بلاجي السوري ما بيغني نحنا مرت فترة كنا كتير عنا نقص ما فيه أحياناً لما بتغني بلهجة معينة وبتبرع هالأد بهاللهجة وبتنتشر كل انتشار اللي طبعاً وصله سلطان الطرى بجوجو السوف بيخليك تفكر فيها مرتين قبل ما تغني بلهجة أخرى بس أبو وديع الأحواله يعني ختمة الزلمة خلص ما بقى في داعي يغني بحدة بداله يعني تقبل علبة حالة حالة لا تتكررش شو ما غنى شو ما غنى بيعطيه شي للأونية يعني لو ما غنى حلو روايدة مصري بتغني خليجة ما في أنا غنيت تقريباً كل شي غنيت ليبي غنيت جزائري غنيت مغربي غنيت كل شي أنا بحب أتحدى يعني وإذا بدي نزل شي لازم بدي أتقن اللهجة صح لقدر أصل للناس يعني آخر أونية كانت عراقية بقيت بستوديو تقريباً ثلاث ساعات عم سجل لأنه الهانك مانو الهانك طبعاً واللكنة والإقاع وطريقة لفظ الكلام يعني حسيت صعب الموضوع بس أنه بالنهاية قدرت تصيب الناس صح أنه روايدة سورية بس عم تغني عراقي صح أنا اليوم بيعرفوا أنه عندي أولوية سوريا بس كمان أنا في ناس بتحبني من كل العالم العربي يفترض مثل ما أنا في سوريا دعمتني وقفت معي في كتير بلدان وقفت معي في عالم ما بعرفه أنا بيحكوني على السوشيال ميديا منبسط قد الدنيا لما شوف حدا بيقلي أنا بحبك كامل من اليمن من مدري من أي محل بالعالم قدينا أسطى على السوشيال ميديا أوه أنا كتير ما بتنام بس بالطيارة بتنام لا أقولك تعافي شو أنا بيستغرب أنه في خلالي لأنه لأنه لما كان في فيسبوك وما كان في تويتر نمات بشان هاي بطيارة تعرفي شو بعد ما نزلنا من الطيارة عرفت سمعت أنه في واي فاي بالطيارة قال ليش ما في يأتوني أنا وسامير وحيات الله هلأ هو عم يفتر عليه لا بس لا أقولك شغل أنا بيستغرب أحيان أنه بعض الفنانين بيكون عنده مثلا 200-300 ألف حدا فأنه بنزل صورة وبيمشي يعني أنه ما بيأثر إذا أنا قعدت مثلا شي نص ساعة إذا حدا كتب لي كومنت أني ردي عليه فهلأ شو بيصير أنه مثلا أنا أكيد بدي قول بدي قول لفانزي إن شاء الله عم بسمعوني على الإنترنت أني أنا بعشاقكم ومموت فيكم لأنه هن كتير نشيطين معي بيصيروا فانز فنانين تانين بيغاروا طب أنه ليه فنان ما بيرد مثلا لش روايدة بترد ولكن ما لأ أنه أنا حابة مثلا سجل موقف بس أنا شخص هيك يعني أنا لما حدا بيقل لي شي بيقل له شكرا بس كمان روايدة اليوم في عندنا مشكلة مثلا عبر الفيسبوك أو عبر أي مواقع أخرى اليوم مثلا في عندنا كذا روايدة عادية لا أنا لا نحنا عاملين شي إنه إذا أي حدا كان فيك دغري من نعمل الريبورت دغري بينشال الأكاونت تبعه وأنا دائما بس أطلع بأي انترفيو بقول لهم خدوا الأكاونت تبع اللي أنا منزلتهم ما يكون أي حدا فيك يطلع بعدين أنترو مين ما هيقلدني حينعرف أنه مواقع هاي مشكلة الفيسبوك مشكلة أنا في باسمي شي شي ميتين واحد مشان هيك أنا سألتك من ومن أنت يا وفي بتصير معي مشاكل كتير تنزعيش من الموضوع لأنه أحيانا بيردوا عنك تقلق لش بتنزعيش يعني أحيانا بتصير معي مشاكل أنا مخصني فيها بتحكي معي ناس بيجيبني نمر التليفوني أنه أنت حكيان مع مثلا سوري بيها الكلمة مع رعيبتي أو مع بنت خالتي أو مع خطيبتي وأنا أكيد مش أنا يعني صارت كير معي وحيات الله يا عم 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 تمسحلا عم بيعي يا تغربتي عايب الحركات ديو هلا من البروفايل تبعي بيجوز ما حدا يلو عندي شي بس عم قل لك الصراحة يعني في ناس كمان عنده متعة أنه هي تعيش الشهرة أنه أنا الشخص يعني هلا في صفحة على الفيسبوك اسمها حبات التوت أنا أدمن فيها يعني خلال أيام صارت في شي مية وخمسين ألف خلال أيام صغيرة عن جد أنا أدمن فيها هي بصراحة يعني زي حدا يسمع بيساعدك لما بيكونوا عدة الأشخاص اللي عملو لها لايك كتر وثاروا بالألاف قل لك شغلة انه كل شاب شو بتطلع قدي صار العدد كل شغلة هلا كلنا صار صار مرض العصر مرض العصر لا هلا أحيانا أنا مثلا نرويدة يعني اليوم تخيل حالك من دون فيسبوك تقل لك شغلة هلا مثلا نرويدة بعمل لها لايك هي تأخرت إنه ليش ما عملت له لايك أنا عملت له لايك ليش ما بتعملي لايك عم تمزح ايه على قولة عنا بتضيع ليك لي حتى ليك له هاي دي بتطلع غنية مطلع أغنية ليك لي تأليك له هيك عطول ولا بس اليوم إلي شو شربت وتأكلت اليوم هلا اليوم هلا مش شربت كونتسكيسو يعني فقنا وأجينا يعني مثل بعدين لا لألك كيف بعدين لسه ما فتنا بالمود يعني كل هيدا وبعده ما فات بالمود لا والله بجد بس أنا طبعي نشيط طبعي مبنى عن جد مبنى بلعب فطبول كتير بلعب رياضة دم محامة عندك وقت للعائلة ايه طبعا ايه طبعا والفيسبوك والأغاني أنا مو كتير مو كتير على الفيسبوك أنا مطلع رويدة بزلت الصورة وممشي يعني عندي شباب رفقاتي على الفيسبوك اني بيتصرفوا يعني أحيانا بيجي كومنت غلاط لا يخلوا الأمر يعني فورا بيعملوا له دليت بيمسحو يعني تصير قصص كتيري أنا معني فاضي أكيد ما معني فاضي صعب نفس الشيء أكيد أنا فاضي طلعا أكيد يعني مو كل الناس بتحب رويدة حتى في ناس بتحبها أو بتغار يعني بيجوز تعمل شي هيك كلمة على الكومنت أنه مش حلوة بدأتطر رويدة أجباري تشيلها يعني أنا بقول الحمد لله من الفنانات من النوادر يطلع لي حدا مسلا نحط كومنت ممنيح عندي من الحمد لله يعني هذا الشيء بالنسبة لي كتير ممنيح لعني أنا بشوف كتير أكاونتس لغير فنانين بيستغرب يعني وأنا بتطلع قديش أنت سوري عديم التهزيب لحتى تفوت تحط هذا التعليق السيء بس تقلك رويدة نحنا بآخر شيء بالأحداث بلشتها القصص وكذا وهيك لا وحتى غير 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 الأحداث غير الأحداث بتلاقي تعليق من بنت يعني من غير اللائخ أنت كبنت أنك تتلفظي هيك حكي البنت يعني الحياء تبعها بلسانة حتى انتبه رويدة بجوز مش بنت جوز البروفايل باسم بنت لا في منهم بنات يعني يبين من طريقة حكيون يعني بيتبين أنه بنتوا على أساس أصلا السب هو للرجال وحتى للرجال غير دون الأخلاق يعني السب للرجال غير دون الأخلاق والمعط عايب 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 عرفت أنه لا لا في عالم عايب بتفهم على الشي اللي عبتقوله رويدة رويدة وهذا الشي واقع اليوم اليوم تطلع فنانة مساء زالة على سبيل إذا قلت كلمي عن فنانة أخرى أو إذا قال كلامه أنت ما قالك دخل نورة دهرك أو يمكن الصحافة السفرة كتبت ممكن أنه سوشال ميديا تهدم شخص لها الدرجة اليوم لأنه صلنا خلص صلنا مكشوفين تحت الضو ما بقى في ولا محل لألك تكوني أنه هذا البرايفيسي طبعك صلت أنت مفتوحة وكأنه في شبك وقعدة لهيك أنا بعمل حفلتي أو بعمل اللي أنا عندي أو أي شي برجع على البيت شخص عادي بقولهم بليز تركوا لي هذا الجزء الصغير من حياتي عيشوا ما ضروري تفوتوا على حياتي هل أنت مع فكرة اليوم كتار من الفنانين صرنا نشوفهم مع أولادهم يعني سابقا ما كنا نشوف ولا فنان بيتسور مع ابنه أو مع بنته حلو العالم بتحب بس أنا حياتي ملكي هلأ وبعدين وبعد مئة سنة ما حيكون في أبدا أطلع علي سوري روايدة بس أنا تصديقا لكلامك يعني أنا ابني دخيل الألوش تقتله كتير الله يحفظوا بسم مدوري خليلك إياي يا رج مرسي كتير بيقلوا لي بليز بدنا صورة إله أنا ما بحب يعني كتير 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 ناس بس صورة صغيرة بس بيقلون سوري يعني بس صورة أنت وياه مثلا نو ما بحب بحب ابني أنا بالبيت يعني شو خصص صلص صلص خلي الخصوصية الأقل يعني بتأثر على ابنك يعني في مبعض أدرسي مثلا رفقته بسير قلوله أنه آه أنه لا أنا مش هيك أصدي أبدا بس أنا أصدي أنه بيت يولي خصوصيتي هاي الخصوصية هاي الفكرة كله ده ما نقوله ساني قلت له بابا بكرة بس تكبار طبعا ما عم يفهم شو عم قلله لأم بعده صغير إذا بتحب تصير مطرق بحط صور طبعك على الفيسبوك أو بكرة بس تكبار ما منعب شو بيصير بعد الفيسبوك صح نعم نتطور يعني جوزي يصير شي غير أنه هلا بعد الفيسبوك صار في انستاجرام وحلا اليوم يعني مواقعات وما حدا بيعرف مستقبرا شو بده يصير محدا بيعرف روايدة الفيديو كليبس المعروف عنك دايما يعني بتشتغل كتير حال في تيو كليب بتتظهري بأجمل صورة أنت اللي بتختاري المواديع ولا بيتم عرض عليك بيتم عرض علي من مخرج بيقلي مثلا بس بيعرفوا أنه أنا الكراكتر طبعي هيك ما كتير بحب أنه أعمل كتير إشي وتمثيل ما بحسب أنه خلوني بيوتي شوت أكتر الناس بتحب لأنه البنات بتحضر المطربة لا تشوف شو لابسة كيف عملي شعره كيف عملي الميك مع أني دائما بأنه البنات عيشوا حالكم وعملي الستايل تبعك أنت ما تقلديني لأنه ما حتكوني ما حتشبهيني كل حدا منه عنده ستايل بحياته يعملوا يعني بس دائما بنصح أنه البن دائما تظل مرتبة ومضبطة حالة لو كانت قادة بالبيت لأنه ما حلو تكون بكركبة أو هيك طالعة والناس تشوفها كيف من كان بس دائما لأنه في كتير أحيان بنات بتشوفهم مهملين يعني حلو تكوني أنت كبنت عندك إطلالتك النعمة يعني أنا ما كتير بحب الإطلالات اللي كتير قوية والميك قبل كتير قوي لأنه الناس بتشوفني شخصي بتستغرب أني أنا نفس الشخص على التيفي مع أني أنا ما بحط ميك قبل كتير بس بيعطيني نصاح بيعطيني عمر أكبر حتى الميك قبل كتير لهيك أن ما فيني بسيطة جدا حتى بالكليبات بحب كتير بسيطة مع مين بتتعامل مصممي أس دائما؟ كتير عالم صراحة يعني أنا هلأ بأستراليا أنه لبسني المصمم خليني هلأ بعد شوية تذكر لك اسمه أنه نسيت أول مرة بتعامل معه تعملت مع أدهم سري الدين آخر فترة كان في تعامل معه تعملت مع بسام نعمي كمان مصمم لبناني المعروف ما باعتمد على حدا بالانتريفيو هيك باعتمد أني أنا أنزل أشتري تيابي كون شي كتير سمبل وكتير قريب للناس يعني ما بحب البص كأني أنا بعمل شو أوف للعالم فيني أعمل شو أوف بصوتي أكثر ما أعمل بلبسي والمجوهرات رويدة من بعد سوبرستار سنفي كتير برامج اليوم برامج لفنانيين لمواهب للرأس يمكن هل هالبرامج اللي عم نشوفه اليوم منذ فويس والبقين على نفس المستوى برأيك للبرنامج اللي أنت شاركته فيه هلأ كله برامج للمواهب لأطلاق المواهب خلينا نكون صريحين المواهب صار صارت المواهب أكثر من النجوم الموجودة بالساحة يعني المشكلة عم يطلع الموهوب على البرنامج عم يقدم ثلاثة شهر مدة البرنامج بيخلص البرنامج بيبلش برنامج تاني بكون أنا نسيت مشترك اللي كان طالع يعني أنا اليوم إذا بدي يقول مثلا اللي كان بالالعرب آيدل شو كان اسمه بضلني ساعة تذكر لأنه في دافويس في سار اكاديمي في دوينر في كتير برامج هوات يعني يريتي رايحوا المشاهدي شوي فترة تجارة كليا لتحفظي صار كله بدك اسمه اس وتصويت شركات انت عاجوا سبونسور يعني عاطوا فرصة لأنه في أصوات عم تبرو حلوة بس المشكلة اليوم فرقت بين المواهب زمان ومواهب اليوم نحنا لما كنا بالسوبرستار كان صلوا استوديو الفن وموقف ست سنين اجا سوبرستار جمع الناس كله بالعالم العربي صارت الناس تعود بالبيت وكان الوحيد وكان الوحيد بنفس الوقت صارت الناس تعود بالبيت بتحضرنا وإذا بتطلع علينا كلهاتنا الكلنا موجودين كلهاتنا منغني للكبار فكان شي كتير حلو أنه ملح نزين بيغني لوديع الصافي ديانا كاروزون بتغني لأون كلسوم مدريمين بيغني أني كنا كلهاتنا عم ننقي أغاني كله بمستوى راقي لهيك يقدرنا نلقط العالم صح بعدين بلش البرامج الثانية نحنا كنا كموهوبين نطلع على الكاميرا خايفين من الكاميرا خايفين من اللجنة ما نسترجي نعلق يعني إذا إذا عطاني تعليق مسلا ما استرجي أنا أقول له هلا اللجنة بتخاف من المواهب هلا الموهوب بيطلع هلا نسمع أشياء غريبة طلع يشوف الموهوب هلا بيطلع على الستيد يعني أنا معلاش تحكي شوي أنا في نجوم بالبرامج بيطلوله للمطرب للموهوب آه هو بيكون عامل نشاز يعني نص علامة فارق يعني يكون في مصدقية شوي كما هاي بس بيطلع على الموهوب شوف ما في مصدقية أنا مش عام هاجم لا والله بس أنا عم شوف بعيني وعم اسمع بدني يعني لا 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 بيطلع على الموهوب مسلا عم بيغني غلط عم بتلاقي إنه في مبالغة عند لجنة الحكم متجاه كتير 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 وبنفس الوقت في حدا بيكون أوي كتير يعني ما بيحب الغلط ما شوف كتير أساوي لدى أحلام بتوافقوا بالرأي ولا هلا أنا ما بيحضرها ما ما قد قدم تلفزيون اللي حتى أحضرها بصراحة لها أحلام خصوصا هل أنتوا مع أو ضد هالأعضاب لازم يكونوا أشخاص تانيين على سبيل المثل؟ لا فنونين وعندون أرشيفهم لا ما فينا أبدا ننكر لا أكيد في عندون أرشيف كبير وعندون جمهور كتير كبير أبدا ما فينا ننكر نحنا وجودهم لا لك رويد عم نضيع عم نضيع كل يوم برنامج وكل يوم كذا لا أنا اليوم قلتلون أنا ما بقى فيني لما حدا بقى لي موهوب ما بقى تقول لك شغلية يا سوزي في كذب بالموضوع بعد ما بيخلص البرنامج بيطير الخلاص اللي بيطلع النجم خلاص بيقعد بالبيت لا بس مثلا محمد عساف هو الوحي بس الوقتها بصار اكاديمي وينو اكس فاكتر وينو اربا ايدلز وينو كله بس محمد عساف صوت جميل وفينا بقى لك تعبوا علي بس محمد عساف يعني حامل قضية فلسطينية فيك تقولي شغلي سياسي أكتر أكتر موهي فلني يعني خلينا يمكن هيدا هيدا حالية استثنائية بس بالنسبة لبرنامج سوبرستار يمكن اول شي سوبرستار انا بقى لك يعني في حدا دعمك انو بعد البرنامج جمهورة اكيد لا فنفس الشي يعني اللي عملته هي المفروض انو الفنانين التانيين كمان يتعبوا متل ما تعبك كان في اجتهاد بس كمان انا اليوم الدولة السورية وقفت معي وقفة وقفة رجال يعني البلد كله تسخر لأجل روايدة عطيه صح 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 وهالشعب كله اللي وقف معي انا ما فيني انكر ابدا اجتهاد شخصي هذا الفنان لازم يعملوا يعني انا بتذكر روايدة بتذكر كان جينا اس ام اس لكل الناس انو صوتوا لبنت البلد روايدة عطيه ببرنامج سوبرستار هذا انا ما بنساق حياتي الاستقبال اللي صلي على الحدود السورية بيصير لوزراء ورؤساء انا بالنسبة الي هذا دخل تاريخي كمان المواهب اللي عم تطلع انا بقول في مواهب اصوات حلوة بس عم يروحوا لانو عم يطلع البرنامج تاني عم بنسا صح هلأ المسئولية الموهوب انو يجتهد يركض ازا ملاق شركة انتاج ما يوقف المشكلة بعد البرنامج هاي عم تصير مشكلة بعد البرنامج لازم الفنان ينتج لنفسه ايه لش لا ازا ادران انا اول الناس بحياته ما حدا انتج لي انا بنتج لحالي يعني بنتج وبسوي وبسجل وبسور كله على حسابي الخاص مكلفة كتير بس بالمقابل الحمد اللي عم يطلع حفلاته وهذا عم يجيب له انكام انا بيجيني عروض بس انا مهم روايدة كنت اي مع شركات كنت انا اي مع شركات وتركت لانو في اهمال كان اتجاه موهبتي اليوم اسمي ما بقى ملكي صار ملك العالم اذا بقصر معه الناس بتنساني يعني انا عندي مثلا بحكي عن حالي عندي 12 كليب مخرجين مهمين عم مستوى الوطن العربية حسيند عيبس وليد نصيف وليد نصيف عدل سرحان مؤيد اطراج كله عصابي الخاص بس كتر خير الله يعني انا يعني تمام الحمد الله عم بيشتغل روايدة بصراحته المعهودة قالتلي باول مشوار انه بطغار من شي غنية حلوى اي اغنية غرتي منا وانتمنيت تكون لالك موأخرا, خلنا نقول بصنا عريava عر Marc عناس هكيوي ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوظ عرصي؟ اوايهام، اوايهام، شو كانتية وعهام عند اولاااة مثلا جداً جداً كتير حبيتها أكيد كمان حبيت لو طبع إليسا رائع الأونية حبيت كمان حبيتها بثوت إليسا أكتر ولا مروان خوري؟ لاتنين لا لا لاتنين لا لا لاتنين لأنه إليسا عدت المسلسل لكن لقلك شغلي أنا أول ما بلش المسلسل أنا كتعم حط الأونية بس تطلعوا بس هي شيل لأنه المسلسل جريء كان كتير لمجتمعنا العربي هلأ ممكن يكون هو عم يصير هيك موضوع بس أنا ما كتير بحب يصير في ضوء علي عرفتي وإذا بتليتم بالمعاصي فاستطروا يعني أنا هيك بلاقي القصة مش حلو أنك تطلع تركزي هيك للناس أنه ليك هاي متجوزة وعم تخونه ما بحب أنا هالمواضيع لمجتمعنا بشي هالقصة ملنا قصة سورية أو عربية طبعاً تم دراما 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 من فيلم يعني أوكي أوكي بس نحنا مجتمعنا العربي عم نعيش هيك قصة ما فينا ما حنتخبى وراء أصبعنا فليش بدنا نحط عليها الضوء حتى أنا كتير بكره أنه المجتمع العربي يتصور بهيك صورة دايماً عندي شرقتي لازم دايماً نحنا كنا أسياد العالم ليش لحتنا نحنا نصير آخر الناس بالألفين وخمسة عشر انطلب منك أنك تقدمي إشارة لأي مسلسل تليفزيوني هلأ عن جديد؟ عن جديد للألفين وخمسة عشر عم يجيني كتير بس أنا لكي لألك شغل إذا ما كان المسلسل هادف ولا ممكن إني أنا حط صوتي أنا سبق وقدمت صوتي على أكتر من عمال عمال كانت مهمة جداً من العالم العربي غير هيك أنا ما في نفوت لأي عمال تقري شوي من السيناريو قبل ما توافق إيه إنه ولا بس تعرفي شو قصة من المخرج مثلاً بهمك المخرج آآ أنا كتير ودائماً لأنه في أرشيف أرشيف صغير أوكي بس إنه غني ومهم أنا بالنسبة إلي بشوفه هيك فما فيني إيجي أي حدا إلي أوكير ويدا وكذا بقل له شو المسلسل شو الموضوع لهيك لما نعرض علي كتير تمثيل رفضت لأنه التمثيل هياخد كتير من وقت شغلي وإذا ما كان شي بالمستوى المقبول واللائق ما فيني أدمر لأنه تلفزيون يعني كل يوم عم تشوفيني يعني ممكن إحرق كارتي يا أما أنا بدي يكون عم بدخل لقلبك وتحبيني أما لهيك أي شي بيجيني بحياتي بتشرط ولازم أعرف فيه ولازم يكون واضح بالنسبة إلي بمستوى كتير عالي لأنا أفوت فيه وفي شو بالنسبة لألك أنا نعرض علي كذا مرة كم هون بس ما وفقت مع أنه أنت شهر لأنه بشهر رمضان مبارك ما وفقت لكذا سبب يعني مو لأنه هيك أكيد أنا بالعكس يعني ما وفقت أول شيء مثلاً كان سبب مادي مثلاً يعني أكيد كمان يعني مسلسل مكلف بأنه نفترض ملايين الدولارات وخاصة عن ينباع كمان طبعاً فالفنين لازم يكون في ألو طبعاً أكيد وانتبه ما في منتج ما في منتج مسلسل بيحكي مع مطرب عشان إشارة أنه غنية تكون إلا بيكون متقصد بالدياه يعني يعني مطلوب أو بفيد العمل يعني آخر مرة الوسوف أغنية تبع للآخر مسلسل كسرت الأرض يعني وقفت المسلسل أغنيت له يعني أنا حضرت شوية من المسلسل كرمالة مع العالم أنا ما حبيت مسلسل يعني أبداً حتى هل بتعتبر أنه هالمسلسل بذات كممكن يقدموه بشكل أفضل تقل لك يعني نهايته كانت نهاية معروفة يعني يعني واحد يعني صوري منك يعني عايشينا كل يوم يعني معروفة كتير حتى نفسه عابد فهد حتى نفسه يعني شان ما عجبه للمسلسل أبداً هاجم المسلسل أكيد يعني ما كان متصور بدو يطلع بها موهد متصور ولا مش متصور نجم واخد يعني مبلغ منيح بيصور مشان دو مشكلة أبداً لأن الناس حبت العمال هو بجوز ما حب العمل هلأ أنا مثلاً أحياناً عندي أغاني بتكسر الأرض أنا ما بحبه تصير كتير سبحان الله الناس بتحبه بتموت فيه بس أنا أنا ما بحبه ما بتمنى غنيه على استيج أبداً أي أغنية تمنيت تكون لإلك مؤخراً؟ أنا ما بتمنى الشي يكون لإلي أبداً بس أنا يعني بحب بحب اسمها ممكن تلحن؟ أنا لحنت بزماني بس مو ملعبي يعني أبداً أنا حبيت آخر أغني كلمات فادي مرجان مش عم تصبط معي تبعاً نصيف زيته حبيتك كتير الأغني كاملة الأغني مسكرة الشاعر الملحن ممكن أنه تنقشهم بأغنية أكيد 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 بتغيره طبعاً أكيد أكيد كتير يعني كذا أغني حتى أنا بس بعد ما بفوت على استوديو لجوة بغير باللحن بحسب اسلوبي والرويدة أكيد كل الناس هيك يعني المطرب بحس بالأغني بعد أكتر من الملحن يعني وجوز الملحن يعطيك الميلودي ناشف أنه أنا بديها هيك أوكي فوت أنا على المزهب الأغني وغنيها بس بالكوبلة ما فيه موقف هيك بميل بدي طرّب بدي أثبت من أنا بدي أضيف شغلي صغيري حلوي عربي هون أو علاوي موسيقية زيادة إجباري أنا ما فيه لوقت قدي بتمرنوا صوتكم كليوم بتمرنوا صوتكم لا أنا لا لا ما بارف روايدة روايدة لا ولا أنا صلي زم هلأ أنا بظن يعني وصلنا لدرجة أنه ما في داعي لأنه صار في خبرة على المسرح صار في خبرة هلأ هو ميح البوكاليز لأنه بصير بطور الصوت أكتر وبيحفظه أكتر بس روايدة أنت عم تغني كل فترة سوم كل جمع عندك حفلي حفلتين إذا عليك هم تتمرني على المسرح وخلص صرت أنا أعرف كيف استهدم صوتي بالطريقة الصح حتى لما أكون بنيضة أعرف كيف استخدمه أنا مرة الصباح قالوا لي فيه الصبح وعيت ليه على المرة نصوتك فقت هيك عنا باللاتقية هيك عم عيت كذا جيت البنائي كلها يا عمي من النام شبك عنا شغل عنا كذا نخيه وخلص بطلنا كسرنا الدفو بطلنا الغني قامت لأيامي أنه ما فيه سكر نبات أو شيئ قوموا صرخ مش أنه غني لو غني كانت عمي لك عمي لك أنصر تصرخ يعني عيي طيب أنا عندي بالبنائي مثلا بيجو أحيان بيسأل أنه بيت روايدة عطية بيستغربوا الجيران أنه روايدة عطية ساكنة عنا لأيامي لأيامي ما بتغني أنه أكيد بيحترم البنائي لأنه إذا غنيت رح تنزل البنائي كلها لحلقي عرس تحت مع طبول يعني وبنفس الوقت مثلا بيكون عندي رفقاتي مثلا ملاحنين بالبيت جيران الباب على الباب مثلا دق الباب معلش جار ما تأخذنا بيجوز هيك نعليه الصوت أو بيجوز نغني بيقلي لك لا بالعكس يا ريت كل يمجوا الشباب لعندك سامير شو بده ما بحاجة سامير المولى شو بده بيقدر يحكيك بس كبوس الكابس إذا بتحب تحكيه ما في شي أنه أعمالك عليهم أعمالك عليهم ما حاشت أنت روايدة بالطيارة سامير المولى شكرا على كل شي صديق وأخ ومعكس بالنسبة للي شكرا بدي ذكر المستمعين للي حبيين يحضروا أكيد حفلة روايدة عاطية ladies first always وعفق حبيب يمكنكم الحاجز عبر رائم تليفون 0488 870 7000 0488 870 700 الحفلة الأولى بي 25 29 أكتوبر الثانية 1 نوفمبر بالبلفيو بمنطقة 0488 870 700 روايدة بدي أرجال عنديك هل من مشاكل مع أسالة في مشاكل بينك و بين أسالة شخصي شخصي بس أنا موضوع شخصي صار بينه و بينه شو حكت هي فيه بمختص باللي معروف عند الناس ما بيعني لي كثير صراحة كل واحد حرب رأيه و اليوم بفضل إني ما أضطر كثير لحديثة أحكي عن شغلي أكتر ما أحكي عن غيري ما بهمني صراحة إذا طلب مني كعمل و كانت هي مشاركة فيه بتشاركة الشخصي شيء والعمل شيء آخر حسب الناس حسب لك حسب الناس اللي عم يشتغلولي هني البيعطة الأوكي مو أنا إذا بتخدم صورته هني بيعطوه و مش أنا صراحة نفس الشيء أنا مستحيل مستحيل شو ما معقول شو صريح مستحيل أنا ما بكذير ما بعرف كذير أنا بالأحداث عنها نحن الفنان نحن لازم نجتمع نحل الموضوع مش نكبر القصة صح مسلمت فهمك يعني مستحيل متعتبر أنه ممكن يجوا تعتذير تتصل أنا بالنسبة إلي كشخص صعب هلا إذا جيب لي برازق معها بجوزة غير رأي لا والله مستحيل اللي أخدتهم منك روايدة الموضوع أكبر مني و من أصاله من روايدة و من ناس كلي في الوطن الوطن أكبر من أي شي أنا بلوم بجوز هلا بجوز تقول لي لو وفي بجي تقولك مين وفي حقه بجوز بنت بجوز حقه مع العلم أنا عمل عرص أخوه أنا عمل عرص أخوه أنا وهي حقه بالعكس أنا مو ضد حدا أبدا بس أنا مع أنه الفنان يعني يحط مرهم على الجرح صح مش ملح نحن صوت نعم اسمع اليوم الملح بدو يغلق لا أكيد غلي الملح فانتبه لأنه رويضة غنيت هو هلا مبسوطة عحبات التوت سوزي أنا مش عم هاجم لا والله بالعكس رأيها بس أنا عمل لك مستحيل برأيك أن الفنان ما لازم هلقدي يروح إلى بعض الحدود يبدي رأيه أوكي يبدي رأيه بس أنت مش شخص سياسي أنت مصبوط مصبوط بس خليك بالفن يا أخي أحسن يعني أنا اليوم أنا ليش زي اليوم ليش الناس حتيجي تسهر في حزن وفي أتل وفي دبع وفي إجرام عن نبو الوطن العربي خلينا هالساعتين ثلاثة أربعة أنا رويضة نضحكم شوية نزرع البسمي مثلا ندبك شوية ورش رش فرح لاحقين على الحزن كله حزن وكله دمار وكله كزا ويشوف الناس وين صارت ونحن وين هذا كزا و هذا كزا و هذا كزا أنا والله أنا ما بحب بحكي بالسياسي أبدا بس بأسف بأسف أنه هلأ أنا أي بلد بالوطن العربي صار بدي فيزا وبجوز تجي وبجوز ما تجي وعلى أغلب ما عم تجي ليش أنتم أبناء البلد سوريا وسوريا اليوم عم تمر بفترة صعبة عم نشوف كتير مثلا السفير نوايا حسنة منشوف كتير من العنوية الألقاب اللي عم تنعطى الأفنانين هل ممكن أنا أي شيء بيخدم سوريا أنا بالنسبة لي بحكي عن حالي جاهز فورا قلبا وقالبا أنا بعرف روايدة ممكن ما بتقول لا طليب الأحبار أكيد طبعا طبعا نحنا من كم سنة مو بس سوريا أنا لبنان والعراق وفلسطين والكي أكيد كل حدا بس أنا سوريا من كم سنة عملنا حملة لحتى نجمع نجيب هدايا للناس بعيد الميلاد وراس السنة والحمد لله قدرت جمع مبلغ كبير لنبعت للناس يقدروا يشتروا تياب ويشتروا بهالبرد اللي كان عم يمرقوا فيه وبتشكر كل الإيد الأياد البيضة اللي ساهمت معي صراحة وأنا أي موضوع كل شي بيخص البلد دغري أول الناس اللي بشارك فيه وأكيد مو بس أنا كل حدا وفي لسوريا أنا تسعة شهر عملت عرس ستين عريس وستين عروس مع بعض حلو ستين بستين لازم يكونوا ستين زوج تألك لش هدول يعني بعساكر وأنا رحت هيك بدون أي مقابل قلت لول أنا جاهز فورا يعني زرعت بسمع وجوهها ناس صار لشي سيني سيني ونص مرجعاني على البيت بدي اسمع شي منك أخ طلبني على الموت بلبك شو بدك مني بعطيك حبيبي بله تغناج أنا والله ميت فيك يلا 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 شو هالحلا ما شاء الله يلا 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 شو هالحلا ماشاء الله صدق من كتر الأشواك وانتضى مني بشتاك لو لحظة تبعد عني والله بحسسني نفرق يلا 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 شو هالحلا ماشاء الله يلا 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 شو هالحلا ماشاء الله روايدة بدنا منا طيارة النوم ليش مع متنام؟ ليش أبو أرجيلي بيخلي حد هنا سمير الفضايح بلشت الفضايح السمير حيجي مننا الشيكورتي على الوثير افتكرت ما قلت قللي شاخير ما بيخليك الوثير لا كل واحد بغرفته ما هنسمعه للسمير بشخر بشخر لحاله ايه كل واحد حر بس أرجلتو أنا خايفة يجي الأمن يا خدنا هيتنزلو لتحت لو صبحته مش موثة حبي بتسمع شي منك من أغنيك أكتر أغنية بتحبية وأكتر أغنية بتعنيلك أكتر أغنية بتعنيلي هلأ رشرش صراحة أغنيت أول شي خلاص كمان اسمع أيضا؟ لا أغنيكم شي الناس بتحبوا بش سهل حكي لأنه هل أغنية بصمي كبيري هلأغنية كل واحد منا بيقول لما اليوم مرة بنهار شو سهل الحكي إنه كلام من حقيقة ما حدا بيعرف بقلب التاني يشوفي يعني هل باللحظة ما بعرف شوفي بقلبك ولا شوف بقلبه كونوا عم تحكوا عليه مثلا هو إيه؟ لا خطي له البرازق لا والله أخي والله طالعين من قلبه قال لي روحي أعملي لدك يا يلا سهل الحكي تيرارارم تيرارارم طيرت النوم من عيوني دمعي محاك يحل شفوني كلهم قالوا لي مجنوني لازم تنسي ليكيش عم يعمل فيك لبيهتم و لبيحكيك ما تخلي حبه يمحيك لازم تقسي شو سهل الحكي مين اللي بيعرف بقلب التاني شوفي شو سهل الحكي أنا لو لو جود بعمري عمري بينطفي الله 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 قد الحب بحياتكم بيخليكم تبرعوا أكتر وتغنوا أحلى لك الساق الصمت مين اللي دور عكيب يعني إذا واحد يعني بدك تنطلق إذا عايش لا غير العشاء يعني الحب بشكل عام يعني الغنية إذا ما حبيتيه يعني ما بتعرف تغنية لا أنا معبلك إذا الغنية ما حبيت لا ممكن تكون أنت مثلا عم تغني غنية كلها حب وغنية وما في غرام بحياتك بس ذاكين في غرام متل الدراما تماما يعني الدراما كذب صحيح يعني الدراما كذب والغنية أكيد يعني أنت وقت شاعر بمسلا مثلاً بيعطيك أغني غزال بدك تضطر تتذكر إيه شي وهم خيال كذا طبعاً لكن إذا هيك منضلع منحبك تحسي بالقصة طبعاً بدك تحط ببيلك المود طبعاً طبعاً بالمود المقلوب كلمة أخيرة بتحب تواجهها لمستمعي صوت الغد طبعاً هلأ هو حضرته حيثكر الأسامي لازم نحن نتشكرهم للأشخاص اللي دعونا لأستراليا حتى نلتأب عن جالات العربية أنا بدي إليك سوزي تانكيو على إضافة الاستضافة لأن اليوم وكل المستمعين عم يستمعون هلأ وما كانوا بالعالم يسعد صباحهم وعندنا تصبحوا ألف خير يا رب وأنا بسوطة كتير إني أنا وفي موجودين بأستراليا مع بعض إن شاء الله يا رب هيك تكون فاتحة خير إلي وقلو يا رب إن شاء الله يا رب رويدة أنا بعتز فيكي حبيبية شكرا وين مرحب سوزي أنت طالع كتير حلو اليوم الغزل الغزل أيوة بس ما جبتلي برازي والله جبتلي يعني روح القتال جب لك روال الله حسن عبد الله أنت عسى معنا هلأ أكيد بدي تشكرا كتير أكيد سري بي راديو بدي تشكرا كتير طوني فرانسيس الفي آي بي بروداكشن عادل ديوب ما بارف شو بدي قلك أنت خي وحبيبي وصديقي على الوعد الصادق هذا بحبه كتير نوفل سلوم كمان حبيبي بتشكرا كتير أيدي كمان أيدي مأسرت وإليه كمان حبيبي كلك زون وصديقنا حيدر والسوف كمان لأنا على المطار بدي تشكرا لصوت لغد كتير وحسن في برازق لسوزي سمعني أكيدها بتشكركم كتير بتشكر الجاليات العربية كلها السورية الفلسطينية اللبنانية العراقين وإن شاء الله أنا رويدة فينا نعمل حفلتين حلوين حلوين يا رب إن شاء الله بدنا نشوفكم بعمل مشترك قريبا يعني يمكن أول مرة بتسفروا مع بعض بالطيارة بتشوفوا فرنانين تانين بس يمكن جيتوا مع بعض أنا مبلح أشوف كل نعمة مزلوط بس طلعتوا بالطيارة سواء هيك لازم نقول منزلتوا سواء أنا بزماني عملت أنا ورويدة حفلة شفتها بزماني وقت أوقعت سلامة إجرة زكري أيو الله زكرت أيو الله بس يعني بحبها من قبل حبيبي بخة عزيزي وغالي كتير على قلبي يعني تسلم وأنا عن جد مو بوش من الأصوات السورية اللي بعتز فيها من أشمل الكيرو شكرا من أب ويعني دغري بتعرف رويدة بحب صوتها أنا بحب البنت تكون هيك بتغني باور أنا بحب الرومانس للبنت بس أنا ما يعني أنت بحفلة بتغني البنت المطربي أول غني رومانس تاني واحدة تالت واحدة بديك تملي إجباري بس رويدة ما في ممنوع عندها ما في على المسرح بديك تتفاعله وهذا شيء كتير حلو بس كمان يعني حبينيها بالرومانس عم قلت بتغني كل شيء حبينيها بالرومانس أنا بصراحة بحب كتير بأغاني صباح يمكن في بعض الأغاني لصباح ما كنت هل قد أسمعهم حبيتهم أكتر بصوتهم ورجعت لصباح من 6 صباح الله يطول بعمره ما حدا ولا ممكن يقدر وفي شبا خلص وفي قعد عم يكتب صلو ساعة مرسمني وأنا نايمي عن جد عب عليك وفي الله يطول بعمره آمين يا رب العالمين لأنه أنا بقل لون لو أنا كنت شبيهتها ولا ممكن أني تشبه لا لا لأنه ما حتتكرر 6 صباح أبدا 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 أنا واجبي كفناني يعني دايما نكرمها وغني لها بأي محل صلي فرصة لازم غني للصباح منحب نسمعكم كمان أكتر وتكونوا معنا أكتر بس مضطرين بدنا نفل على ساعة خمس ساعات تلتيري مثل الدراما مثل الدراما فدقت الدراما الهندية طبعا خمس ساعات بتلاقيها نايمي أنا أكيد طبعا أهلا وسهلا فيكم شرفت هنا بدي أختم بس بما أنه كنا عم نحكي عن صباح بدي أسمع شيء صباح ما بعرفة سفيك تشاركة كمانا بالأغنية شو بتحب الغنيلة عني رأيش يا عزوك كل شيء منك حلو عندي أنا ولا صار في تدخل لأ بس عم بدنا نسمع أغنية كمان من بعد ما نسمع آه أوكي طيب حقول عضيع يما عضيع خدني وبلها البيع عضيع يما عضيع ودني وبلها البيع جينا البيع كبوش التوت وضيعنا ضيعنا القلب ببيروت يا شمات الشباب الضيعة الضيعة يما الضيعة يما يما قلت لك توت لأن من كبوش التوت لحبات التوت مرة تاني شو رأيك لن نسمع لايف بصوتك وهيدا الختام موعدة معكم نبي جدد الأسبوع المقبل مني أنا سيزان أطيب الأمنيات باي باي